اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا بكل مكان نحن اليوم كمان ببيت ضيفتنا اللي هي سونيا صديقي كاتبة وكمان صحفية اهلا وسهلا فيك اهلا بيك اهلا وسهلا طبعا سيد سونيا نحن رح نطلع بتقرير نتعرف فيها مشاهدينا عليها ولو بتقرير بسيط عنها وبعدين بنجي وبنفوت بالتفاصيل عن عملها لم تكن احدى شخصيات ديستوفيسكي في روايته الاشهر الجريمة والعقاب ولكنها حملت اسم تلك الشخصية وحملت بعض اسماتها كذلك في اواسط السبعينيات ولدت سونيا في كاركوك لابن من كاركوك وامن من السليمانية في سن مراهقتها المتقدمة حملت حقائبها وغادرت مع اهلها مرتع صباها حيث هاجرت منها قصرا الى مدينة اربيل بفعل تصرف جائر بحق الكرد من قبل النظام السابق اكملت دراستها في مدارس اربيل وتخرجت من كلية الاداب قسم علم الاجتماع ونالت البكالوريوس من جامع صلاح الدين في عام 2006 قبل ذلك وفي عام 1994 شاركت في تأسيس مركز سردم التقافي في قلعة اربيل التاريخية في عام 1995 تم تعينها كمراسلة صحفية في جريدة المؤتمر ونشرت اثر ذلك عشرات التحقيقات حول القضايا الانسانية بشكل عام وفي عام 1997 عملت كمحررة في مجلة قلان الكردية الاسبوعية ونشرت فيها عشرات المقالات حول شتى المواضيع الفكرية والاجتماعية والفنية وكان لها فيما كان عمودا حر في مجلة قلان العربي كذلك في بواكير عام 1998 اصدرت ديوانه الشعري الاول تحت اسم اجنحة بلا طيور لم تكتفي بما قدمت ولهذا حثت الخطاة من اجل الولوج الى عالم اخر فكان لها ما ارادت عندما اصدرت بين عامي 2006 و2017 مجلة فوتوغرافية لاول مرة في كردستان تحت عنوان تاو والتي تعني اللحظة او الضوء وترأسة التحرير فيها وفي البداية كانت المجلة متخصصة بالفن الفوتوغرافي حصرا ولكنها فيما بعد تحولت الى مجلة تعنى بالقضايا الاجتماعية بالاضافة الى ما تيسر من عالم الصورة الفوتوغرافية وكان لها قصب السبق حين نظمت اول مهرجان فوتوغرافي على صعيد العراق وكردستان في عام 2012 سونيا لم تهدأ ولم تكل ودخلت فيما دخلت الى عالم الترجمة ولهذا كان لها مع كاتبها الاثير امين معلوف رحلة طويلة حين ترجمت له روايتين من رواياته الى اللغة الكردية وهما الام ادريانا ورواية القرن الاول بعد بياتريس وليس هذا وحسب بل شمرت عن ساعديها واصدرت روايتها الاولى عام 2016 تحت عنوان ظلال الكذب وهي حاليا تعمل بكل جد واجتهاد من اجل انجاز مشروعها القادم وهو رواية فكرية باللغة العربية متزوجة من المفكر السياسي وصحفي المعروف سرو قادر ولها طفل واحد اسمه سراب هذه باختصار سونيا صديق ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا تقرير اللي صغير اللي تعرفنا فيها على ست سونيا ورحنا نرجع لأكيد ونبلش معاها حلقتنا وكمان بنرجع بنرحب فيك ببرنامجنا اطلالة تسلمين مرة ثانية اهلا وسهلا ست سونيا انت كاتبة وصحفية نحن حابين نبدأ معاكي متى يبلشتي مكن صغيرة بالعمر نحن حابين نبدأ معاكي بالبداية اختيارك كصحافة ككاتبة شلون بلشتي اوكي اه طبعا انا كل واحد من يكون طفل يكون الى خيالاته واحلامه ما اقول من كنت كتير صغيرة بس اتذكر لما كان عمري انا اربع سنوات ودخلت للمدرسة كتير كنت بحب للمدرسة فلما دخلت اتذكر انه المعلمة سألتنا واحد واحد يعني كل الطلاب وطالبات شو بدك تطلع شو بدك تطلعي انا قلت طحفية طبعا نسيت هاي شي من كبرت انتي تعرفي معناتها قبل وانتي اربع سنوات ساندي بيل يعني من ساندي من الكارتون فالمهم من الافلام كارتون يعني كان اللي اتذكر واحدة منهم ساندي بيل كان ايه المهم طبعا انتي تنسين تقول هاي شي يعني طلعت مني من داك العمر ما عرف ليش المهم كبرت انا كنت عايشة ببيت بمكتبة بكتب كتير كلهم يقرون اخواتي واني اصغرهم فطلعت اقرأ كتب يعني حسيت انه عالم جميل جدا من انا وعمري يعني طنعش سنة بديت بالاشياء المجلات مع الاطفال المجلتي والهيك شغلات ويجيبولي كتب مع الاطفال قصص مع الاطفال الاميرة والنائمة والمعرف الليلة والذئب وهيك شغلات كانوا يجيبولي بعدين ابتدت اقرأ كتب اجاسة كريستي وبعدين ابتدت يعني ايه سنة بهجتي بقراءة اغاتا كريستي يعني باي سنة ببضل فانتي هادرتي تفهمي هاي جوايا ايه اجاسة كريستي لان هي قصة تحتي عن جريمة دائما بسلوب يعني مثير يعني وحاب مثل لغز وبعدين دائما الطفل يحب الالغاز انا كد من هالنوع يعني طبعا كان اكو اشياء ما افهمها بس اقرأ 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 عالما كبرت افتهمت يعني وبعدين استمرت بالقراية وبابتديت يعني هو الغلط اللي بعائلت يعني دائما يعني عاتبهم ولو كلهم راح وكبروا يعني كل وعد ببلد ما يعني كان كتب لازم انا ما اقراها بداك العمر بس ما حدا كان يقول لي اقري هاي او انا من كيفي عشوائي بداياتي بدايات عشوائي يعني فينا نقول ممكن انت بلشت بقراءة كتب هي اكبر من عمري ايه بالضبط وهاي كبرني بسرعة عقليا خلاك يتفهم لك ايه نضجد قبل اواني يعني ما شفت الطفولة بما عشتها بكل ابعادها هاي طبعا هالاشياء انتي بد تتكبرين من بعيد تتباعين عليه وتفهميها لكن من تعيشيها انتي ما تفهميها المهم يعني طفولتي ما عشتها قاني طفلة عشتها واني يعني دائما كل الاطفال اللي حتى اللي اكبر مني واللي اصغر مني كد احس انه انا اكبر منهم ايه فهيك المطالعة يعني اللي مو مدروسة يعني بالاشوائية يكبر الانسان قبل قبل الاواني المهم فشفت بعالم الكتب الملاذ اللي خليني يعني انا اكون الشي اللي انا اريده يعني كل ايه استمتع المتعة والشي اللي انا اتخيله كل شي بي يعني كل خيالاتي هناك موجودة وقد ارسم كمان بس الرسم توقفت لما الشغف ما القراية اجدت المطالعة فابتديد اكتب اشعار خواطر هي تي قصيرة وشجعوني الحواليه صديقاتي كانوا يشجعوني واتذكر من وصلت للمرحة المتوسطة كانت عندي صديقة وكان عندي دفتر ضيعته مع الاسف كله بي اشعار وكانت هي اكو لها قريب يعني ابن عمها مادرشل وكاتب معروف ناسي اسمي يعني بس معروف وهي قلت قالت اخذه على مود ينطي رأيه هو اكتب لي اراءة على كل اشعاري مثلا قال انتي وبالاخي قال راح تصيرين انتي كاتبة جيدة وممتازة وهيك شجعني نبق لي المستقبل يعني تخريبا ايه شجعني فالمهم هاي كمان كان يعني دي مثل ما تقول تشجيع تشجيع ذاك العمر فاستمرت بالكتابة وبعدين انا لظروف الاعلية والتهجير وهيك اشياء ما كملت الجامعة بعدين من كبر اتكملت الجامعة يعني انتي كاتبة وصحفية شو خلاكي تتجهي للفوتوغراف يعني بالذات هذا الفوتوغراف يعني انه نعم ليش؟ هو كوني انا اشتغلت بالصحافة وابتديت من الصفر يعني من من انا صغيرة يعني شفت كل جوانب النقص اللي موجود بصحافتنا بصحافة الكردية كان فيه نقص هقل في تعريف المصور وانتو حقه يعني انا كنت اعرف مصورين كتير وكتار يعني فنانين وما يأخذون على الصور اللي ينشوروا حقهم يعني حقوقهم مو محفوظة ولا معروفين ما حد يعرف الصورة يعني مرات القضية هي الصورة يعني الصورة تفجر قضية كبيرة وما حد يذكر اسم المصور فهاي الشي خلاني وثقافتنا الكردية بالتصوير كانت احسة انه بها نقص يعني مو مثل الفن التشكيلي ولا النحت يعني اهتمامات الفوتوغراف قليلة فهاي حركني هاي النقص عاديت تعمل جذب للصورة خاصة نعم وايضا انه المصورين يتعرفون يعني بالمجتمع لان من حقهم لان هو مو اقل من الفنان التشكيلي وهسا صار ادنا مصورين كتار ويشتركون بالسايتات العالمية ويشتركون بالجرائد والمجللات العالمية وياخذون جوائز فانا كان الي حظ طبعا مع الاصدقاء اللي شاركوني يعني انا كان معي الفنان محمد قادر هو كمان فنان اول واحد انا طرحت عليه الموضوع وهو ساعدني كتير في انجاح هذا المشروع مشروع المجلة الفوتوغرافية نعم طيب انتي يعني نبلش اول شي من كتاباتك طبعا كتابات كمان المؤلفات المقالات المواضيع اللي كنت تتطرقها بالمجلة والمجلات اللي كنت تكتبين فيها شو نوعية المواضيع هي طبعا احنا انا كمرأة وكمرأة شرقية اكيد اول قضية اتطرق له هو قضايا المرأة عن حرية عن المعانات عن الحقوق الضائعة او الحقوق المسلوبة حقها يعني ايه طبعا ايه وعن ايضا حقوق الطفل لان هاي الاشياء اول شي المرأة الكاتبة تحس بها حمول كاتبة اي مرأة تحس بها لان المرأة ام وانسانة فهاي البعدين يعني الطفل والمرأة اهم شي كانوا ببداياتي وكنت اتطرق لبكل الجوانب يعني ما اكو ناحية شلون كان النتيجة يعني انتي شلون شفتي النتيجة وانتي عم تكتبي وتنشري والناس يشوفوا المقالات ويقروها صح والله اني عندي شي ما اقدر امدح نفسي يعني هس اي شي اقول يصير مديح لكن من انا من اراء الناس يعني اللي قرو المقالات الاشياء اللي انا اتطرقت له بداياتي محد ما كان يتطرق له يعني الكاتبات قلال جدا قليلات كانوا قليلات انت الوحيدة يعني بهاي الفترة ما كنت الوحيدة بس من قليلات جدا اللي يقدرون يطرحون القضايا حرية المرأة بالشكل الي وانا وكثير هجوم اتهجموا عليها ناس والتهموني باتهامات غريبة يعني هو مثلا على سبيل المسلم نجيب اسم الشخص اتهموني انه انا راح افسد اقول المرأة مثل ما افسدت اقول المرأة الكاتبة الكبيرة اللي انا اعشقها قادة سمان اقول المرأة طبعا هذا التهجم كان من الجنس الاخر من الرجال صح ايه او النوال السعداوي يعني هاي قمة يعني ما حد يوصل للنوال السعداوي وبالذات هذول الكاتبتين انا من عشاقهم يعني اكيد انا اتعلمت منهم اتعلمت منهم هم امهات الادب العربي يعني والشرقي بشكل عام لان غادة السمان ونوال السعداوي الترجم كتبهم كل اللغات العالم يعني كثير من اللغات العالم المهم انه انا كاتبة يعني شلون ما يقولون اشجع الاباحية اشجع الحرية كان يعني كلش فرق من هسه يعني هالزمن يعني الزمن اللي انا احتي صحيح مو زمن طويل لكن هو طويل وكبير بالفارق الفارق حرية المرأة يعني هسه احنا عايشين في واقع وانا لحد الان اقول انه اكو نقص في حقوق المرأة بس ما يتقارن من النقص اللي كان موجود قبل عشر سنوات يعني فيك فينا نقول انه انتو وصلتوا تقريبا الاشياء اللي بدك يا مثلا ادرت ان توصلي العقل للمرأة تخليها انه تعرف حقوقها اها هيا المرأة توعد اكثر يعني هسه صارت اكثر صحا لكن حقوقها انه كله اغضتها لا هو حقوق الرجال الرياجين كمان يعني ما معقدين كل حقوقهم لكن المرأة مرتين يعني المرأة اي رجل اذا عنده حقوق مسلوبة مرة المرأة ضربها فيه اثنين فيه ثلاثة يعني هاد المعادلة هيك تيجي يعني اشتغلت وما عرف اش قد اثرت لكن بالتأكيد استمراريتي انه يدل اكيد انه اثرت لكن احنا نعيش فيه بلد انه اذا انتي ما تحكين على نفسك ما حدا يحكي عليك يعني بالزين والموزين تفتهمين قصدي يعني مثلا قبل قبل البرنامج هما ناقشنا هاي الموضوع انه ما تشوفين يعني مو كل فنان معروف مشهور هو فنان ولا كل كاتب او اديب مشهور معروف هو اديب هاي واقعنا الاجتماعي هنا هاي اكو هاي الاشكالية واني اعاني منها اني من الاشخاص اني ما احب الاضاءة وما احب الشهرة ما تحبيني فانتي اي اي كا هناك كثيرات امثالي وكثيرين من الرجال والنساء ودباء فنانين غير معروفين اني غير معروفة ومعروفة يعني لان ما اطلع بالاعلام ما احب الاضاءة يعني اكون تحت الضوء هاي طبيعتي وما اقول يعني هاي ال بس كون الشيحة فيه اعلامية إلا ما احيانا تطلعين لازم اي لازم يحبين انه مقالاتك تنشر مقالاتك تكون اكتر مطالعة اي عن طريق الكتابة احب بس عن طريق التلفزيون العلام المرئي ما تحبين لا ما احب المقابلات يعني احسوا ما يعني دائما دائما ما احب خاصة كل ما يعني البرامج مثلا ما فيها موضوعية بالاسئلة يعني مثلا تروحين البرنامج الما احترامات لكل المضيعين بس هذه انا احسها بكتير من البرامج انه المضيع من يطرح موضوع ما يستمر في الموضوع نفسه ولا يستمر للضيف ولا هو هنا هو مثل حافظ محفوظات كم سؤال ويقوله يعني مرات انتي انا اكو اجوبة على السؤال اللي انتي محضرتها تعرضي علي انا اجاوب من ضمن الجواب السؤال الاول مثلا لكنه ما يشعر او ما تشعر وتعيده يكون فيه تكرار يعني انا هيتش يعني مئة موضوع طيب يعني حاليا بالوقت الحالي الاعلام المرئي هو اكثر تأثير على الناس يعني الكتابة هون وشلون بس هنا تأثير الايجابي لو اكيد فيه ايجابي واكيد فيه السلبي اي واحد منهم اكثر يمكن الاثنين يعني حاليا فيه منهم بس يمكن السلبية فيه سلبي وفيه ايجابي انتي بشو رأيك انت وجهة نظريك كسحوا فيها شو رأيك مّاعتبار هو التأثير اكثر yay يعني لو تاتتيين للأعلام المرئي طبعا تأثير اكبر اكبر واسرع وخاصا في هالزمن يعني زمن التكنولوجيا زمنة قبل إذا نرجع الزمن قبل التكنولوجيا اليوصل هناها تقريبا احيو العشر سنوات اشعفا الإعلام غير مرئي كان له تأثير اكبر من المرئين كان محدود الاعلام بس هاليا الاعلام توسعت الإعلام المرئي وهس الفيسبوك إلى تأثير أكثر حتى من الإعلام المرئي يعني شخص بسيط يقدر يسوي شغلة ويفجرها وملايين متابعة وملايين اللايكات لكن كل هاي وهم إحنا عايشين بها بلمسة أنت أن المرأة حالياً طورت كتير طورت أكتر ما طورت على حقوقها ما لطورت أنا معرف متطورة أنت كيف تشوفي حالياً المرأة الكردسانية هي مو متطورة؟ هي واعية واعية متطورة بنفس الوقت؟ مو متطورة ما كو بالشرق عندنا تطور ما فيه فيه حروب أي مكان بي حروب ما كو تطور لعني هذا تناقض وشي غي واقعي هذا حلم طيب هي الواعي متطور بالمفاهيم بالعقل عرفوا حقوقهم لكن عجب استفادوا أنه عرفوا حقوقهم وصلوا حققوها أنت لا أنا ما شوف أنت ما بتشوفي حالياً لا لا مو بس المرأة كلنا شوف إحنا واقع واقعنا واقع سياسي مر هاي المنطقة كلها مو بس كردستان يعني كل منطقة بس كردستانية عشان السنة كنا نشوف المرأة الكردستانية ممتعلمة ما كانت بحقلة تطلع الجامعات يمكن ما كانت تدرس بس حالياً في نسبة مثقفين متعلمين موجودين بكردستان بكل ممكن مناطق شرق الأوسط يعني في قسم من المرأة متطورة صح ومتقدمة أكتر صح أنت يعني برأيك ليش النتيجة اللي وصلت له هاي رأي الشخصي طبعاً عندي هاي رأي شخصي الرأي الشخصي اللي فيد أنه مو كل من يدعي الثقافة هو متقف أكيد مو شخص متعلم أكيد يكون متقف حتى مو كل متعلم تماماً مثل ما قلتي أنه هو متقف ومو كل شيء لبس مدني هو متقف صح وين الثقافة إذا أكو ثقافة بهالمنطقة أو بلدانة وشنو هاي الحروب يعني لو في ثقافة ما يصير عدنا حروب لكن من يتشوه الثقافة من يضيع الثقافة هاي هي كل حروب كل معانات كل أزمات سياسية وحدة ورى اللغة أزمات فكرية ورغم كل هالأزمات لما بتشوفي مرأة كردستانية هي كاتبة صحفية لما تشوفيها هي نائبة بالبرلمان لما تشوفيها هي دكتورة هذا الشيء أنه ما بيخلي شخص يتفاعل أكتر أنه خلص لازم نكون متفاعلين حسن الأول بكتير يعني هو لازم حتى لو أنا متشأمة ما ما يصح أنه أنا أخلي الناس كلهم متشأمين بس لا أصدقちは Mo' de طموح للمرأة لدائما لا يعني المرحلة اللي إحنا واصلين أبداً إنسانياً لا من طموحي يعني طموحي كان أكبر من هايك من كتير من كل النواحي لحقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الرجل، حقوق الإنسان بالشكل العام من كل المجالات في المجال التربوي، في المجال الخدمي، في المجال الصحي في كل المجالات، نحن متخلفين نحن يعني يحتاج أكتر وضع نحن نحتاج هوائة هوائة على ما законه أن نصير مجتمع مدني، إنساني ومحافظين على حقوق الإنسان يعني هوائة باقيا طيب نرجع لكتاباتك مرة تانية أكثر موضوع أنتي قدرتي أنه مثلاً تأثري فيه على الناس أكثر موضوع أنتي حبيتيه وكنت تحبي أنه مثلاً كمان تستمرين فيه وأثرت فيه على الناس وإجاكي من النقد يعني المواضع اللي أنا كتبت بها أنا ما أقدر يعني أحكم إشقد مؤثرة هاي لازم الشخص ثاني متابعني أو ناقد من خلال الناس من خلال الناس يعطوهم رأيك يعني رأي بمقالاتك طبعاً أنا الناس اللي كانوا يعطون رأيهم على كل كان إيجابي يعني هو النقد قليل جداً يعني قليل جداً كانوا ينتقدوني واللي ينتقدني ما ينتقدني وجهاً لوجه لأنه مو نقد بناء يعني لو نقد بناء يقدر ينتقدني وجهاً لوجه فهيك يعني ما إحنا عايشين بمجتمع في مجاملات وفي نميمة النميمة أكو ناسي سموها نقد مرات هي نميمة هي هجوم هي شتائم لكن مو نقد بناء لا يعتبر نقد صحيح وهاي الشي أنا دا أحس بي أنه نقاد ماكو نقاد يعني ينتقد نقد بناء اختصاصه أنه ينتقد ماكو قليلين جداً حتى لو أكو ما يلاحقون على كل الكتاب والأدباء أنه يكتبون عنهم يلاحقون على واحد اثنين فاللي عنده حاط هاي ناقد المختص الأدبي الجيد يكتب عنا فإحنا عدنا أحكام عدنا أحكام شخصية ايه وفهاي الأحكام الشخصية أنا أصلاً ما أستمع إلا يعني يعني مثلاً أنتي كمذيعة ماكو داعي أنا أجياء أعلمتش إشلون تكونين مذيعة صح؟ صح لا لا الناس مثلاً يعطون الحق لنفسهم يعلموك الاختصاص اللي أنت تترسيه بس لو تضين مجال يعني يعني لا يعفون يعني هذا يعتبر تدخلي ممكن اي 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 هو تدخل هو هو أو يحكمون عليك بدون ما يشوفوك بدون ما يقرون بس يقولون مثلاً فلان أو فلانية خاصة النساء يعني أنا ما سمعت مرة مو بس عني عن كل النساء الكاتبات الفنانات إنه دائماً يشوهون سمعتهم أكو أشخاص يتي خاصة هم الرياجين حتى النساء بس أقل إنه يتهموها هاي يكتبوا لها فلان يكتب لها فلان صديقها أو زوجها أو عشيقها هاي فينا نقول أنه هي منافسة من الرجل للمرأة انه حابب إنه يشوف إنه المرأة أقل إمكانية ومستوى صح هو طبعاً يستفيد إنه المرأة جداً ما تبقى مستوها تحت هو يستفيد يعني إنه يحتكرها ويبقى هو الدكتاتور السيد hart أنت دخلت بهذا الموضوع لم ايقودس السيدة أت دخلت بهذا الموضوع إنته كيف تشوف نظرة الرجل ولكاتبة وصحفية حالياً لتكتب مثلاً كيف تشوف نظرة النظرة تختلف تختلف من طبقة الى طبقة تختلف من رجل الى رجل يعني احنا مجتمع مو الى ثوابتها يعني مجتمع يتغير بلحظة يعني مننا يسوووش قديسة وبلحظة يسوووش الاسفل السافلين ينزلووش الاسفل السافلين احنا هيك مجتمع يعني بس كنظرة عامة كنظرة عامة طبعا لحد الان في شك عن قدرات المرأة يعني في تقرين الشك بعيون الرجال وما يحبون المرأة الذكية من يحسون ان المرأة ذكية ومو هي اللي تقود نفسها والدافع عن واعية دائما يبتعدون عنها او يحاربوها هاي المحاربة مو شرط يكون علني يعني محاربة يكون يعني غير مرئية ومتفقين بناتهم مو شرط كلاميا متفقين فعليا يعني متفقين انه هاي لازم يعني مو هاي لان ليش لان المرأة الذكية والقوية يخافوا من هالرجال يخاف من مكانته يخاف انه يسلبوا المرأة تسلب الرجل هذ المكانة اللي هو مرتاح بيها مكانة الرجولة الرجولة الشرقية نحن هون باقليم كردستان يعني محكومين ببعض القوانين اللي بجينا من حكومة المركزية من بغداد مثلا زواج القاصيرات بتسع سنوات اللي تعتبر هي طفلة وكمان تعدد الزوجات يعني انتو انتي مثلا او انتو كتاب قصيحوفيين يعني برأيكم شلون رح تنحل هاي المشكلة شلون فينا نتحرر من هاي القوانين القوانين خاصة انه اذا منع الزواج هون احتمالي ببغداد الشخص يتزوج ويطرع له هون يعني بكون اكتر من زوجة هو هاي بعض المقاسي اللي دا نعاني منها هو الشي اللي قبل اجاوب على هاي السؤال واقع المرأة في كردستان هي المرأة اكتر تحررا من واقع المرأة في العراق يعني في باقي المرأة صحة ليش لان المجتمع الكردي من يعني مجتمع جبلي بالجبل يعني هم من قديم احنا الطبيعة الطبيعة يخلي الرجل والمرأة يتعاونون يعني الزراعة الحياة هناك تتحكم انه المرأة تكون تقود اللي يعني الرجل يروح فالمرأة تبقى واحدة فلازم هي تقود هاي وصعبة الحياة بالجبل فهاي الصعوبة خلت المرأة ربيعتها صارت جبليا اي 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 قوية اي وحقوقها صار اكثر يعني مما هي في العراق يعني في المجتمع الصحراوي احنا امتداد هما للمجتمع الصحراوي احنا امتداد للمجتمع الجبلي يعني شوفي مننا يبتدي الفروقات هي صحيح مو هوايا الفروقات انه مو المرأة هنا عايشة كما المرأة في السويد لا مو قصد يجي لكن اكو فارق. الفارق هنا هناك التدين كمان يعني الابعاد هو هاي منين يجي زواج القاصرات ولا هاي. هذا الاجتهاد اللي يصير بالدين واستخدام الدين بالسياسة وعدم فصل الدين عن السياسة. طالما احنا مفاصلين الدين عن السياسة يظل يجي مقاسي مستمرة وتستمر ومتن حل. ياريت ياريت اكون رأيي يحل هاي القضية. ما يحل. احنا في اقليم كردستان طبعا نعاني نعاني من هاي لان احنا ملتزمين بالدستور العراقي. لكن كمان عدنا دستور وهنا دستور اقليم كردستان نقدر نعود له نرجع له لان هاي قانونيا مشروع. بس اهنا يجي دور الحكومة. يعني الجهة الوحيدة اللي تقدر تسوي كونترول. او تقلل من هاي انو هي اللي تسوي كونترول هاي القضية. وما تخلي يستمرون في تشريع يعني تنفيذ مثل هاي القوانين اللي يشرعوها بغار باقي المناطق. بالاراق. يعني مثلا زواج القاصرات. هاي الحكومة تقدر تمنعها تقدر تخليها ما تتوسع. طيب انتو يعني شو دوركن لحتى مثلا يعني انو تحاولوا انو توصلوا للحكومة يعني بمقالات ببرامج توعية شلون يعني. هوا هاي الطريق الوحيد هو الكتابة عنها. وانو يوقفون ضدها. ويتعاونون مع منظمات المجتمع الإنساني. ويطرحون القضايا للمختصين. ويشوفون الى معالجات قانونية دولية. وهاي بس هذا الطريق اكو يعني الواحد يشتغل بها. طبعا نرجع للنقد يعني في نقد يعني انو سمعنا انو عليك انو لو لا سروا قادر ما كانت سونيا حاليا يعني اسمها موجود. طبعا صارو خاك كقدر هو اعلامي وكاتب كمان كرجل سياسي معروف. فانت شو رأيك بهذا الشي. هو اني صارو مسا هو اني كاتب. قبل معرف صارو. اني كاتبة وصحفية وموجودة يعني. وثانيا اني امرأة. امرأة في مجتمع الشرقي. وكنت في ظروف انو المرأة ما لها اي حقوق. ودائما يستغلوها من كل الاماكن. خاصا اذا تريد انو تشتغل بهالمجال. صارو صارو. بس ما ساعدك يعني في كتير من الناس سالوا ساعد مكي دعمك بي. هو موزوج. عادي. عادي يساعدني. كلش عادي. لازم يساعدني. انا اصلا هواية ضريبة انا دفعت من ورا ازدواجي مع سرو. يعني شلون اجاني ضربات. طبعا هو يوقف بجانبي. لان انا اكتير من الانتقادات اجدني فقط كوني انو زوجة انا مسؤول سياسي يعني. ما عندي شغل بالسياسة عني. لكن يا مو يا مو كتبوا اشياء ما له علاقة اصلا بحياتي. نهائيا انا فقط كنت زوجة رجل هو يشتغل بالسياسة في الصراعات السياسية. اللي كانوا اثر عليك. كان داخل بيها. دخلوني بيها من. اثر عليك وعلى عملك. لا ما اثر عليك. نهائيا ما يأثر عليك. انا الاشياء السلبية نهائيا ما تأثر عليك. فقط الاشياء اللي ايجابي يتأثر عليك. وما يمطالما انا انا حق على حق مستحيل يتأثر. يعني عادي يعني في شنو ساعدني سارو. ساعدني انو انا يكون عندي اكتب. اوكي يعني شلون يساعدني. اذا انا ما عندي المادة الخام. اذا انا مو كاتبة اساسا. وبنهاية كل شخص عنده لازم يكون في مشنشرة لازم يكون في دعم. الزوجة اللي ما يساعد زوجته. كمان انسان مو طبيعي. والزوجة اللي ما تساعد زوجها. كمان انسان مو طبيعي. يعني المفروض هو ما كان يساعدني. طبعا احنا راح نكون مستمرين معاك كمان بحلقة اطلالة. ولسا راح ننتقل لمحور تاني. مشاهدينا خليكم معانا. راح نحنا موجودين هلا في مطبخ اساسة سونية. فانا احب بفوت معاك شوي بموضوع المطبخ. احنا مطبخ غريب. هالمطبخ لازم يوميا ينطبخ نوع من الاكل. النباتي واللحم. ابني يحب اللحم. ايوه. وما يحب الاكل النباتي. طبعا احاول اخلط لانموزين هو مراهب. بس ابوه نباتي. احنا ايش اشان قدامي اكله. هل يطلبون منك الطبخات انتي انت ذات اللي بتطبخي. ولا احيانا يعني طبخات تقلي عم تعملي. شو احنا الطبخ اللي انتي تعمليها بايدك. انا بعمل يعني طابقة سنين بايدتي ومش طغلة بس. انا مو من النوء النساء البيتوتيات يعني. ما احب الشغل. وكتير كتير يعني كاسلانا بالشغل ببيت. بره اي شغل من الصبح للليل ما اتعب. اتعب. لكن هم يحبون اكلي. فتجي واحدة مثل صديقتي صايرة يعني. تساعدي. واني اشرف على الاكل. وقول لهيتي وهيتي ونطبخ سوا. ايه. وتنظيف البيت هي تساعدين. تحبين انت تطلخيها بايدك او مثلا الزوج يطلب منك او ابنك. هم دائما يطلبون. لازم يعرفون. اذا انا ما بينك هاد ايدي. يعرفون. ما يأكلوا. ايه. مشكلة ايه. ليه مشكلة. طيب. اتراعي. ضايت بايد طبخ. واكلنا كله صحيحنا. يعني حتى اللحم من اطبخه يعني كله صحيح. نادرا ما يجي الاكل غير صحيح. وهايه من يطلب اكل ابني من بره. بس اكلنا بمالبيت احنا دائما صحيح. تطلبين ديليفاري اكل كتير يحيانا. لا مو اني بس ابني. اني اصلا يعني خليل. خليل جدا. ومن اطلب ديليفاري ما اطلب الاكل السريع. لا اصلا يعني اما احب السريع. اكل السريع. كون الورقة الكردستانية دائما هيك شاطرة بالطبخات الدسيمة. لا اني مو دسيمة. مو دسيمة. لا. يعني نوع الطبخ. قليل من الزيت. الزيتون هو يستخدم. واكثر شي طبخاتي بالفرن. شوي. مشويات. والدهن من استخدمها كل شي قليل. الطبخات التي تحسي حالك مفضعة فيها. اي شو اي شو اي شو اي شو يضرب راسي يعني من اكلها. حتى لو ما يعني ما عرب بسي شي اجي اجي اساوي يطلع طيب. اي اكلها. بس يعني الني حوالي يقولون الدولمة. وأكو كفتي سابون كران هاي كفت من نص سليمانيا نص كرهوكي. فهي الكوبة احنا سميه كفتي صابونكران يعني اهل سليمانية معروفين بها صعبة جدا والتي شاطرافية اي ابني هو يعجبه دائما يطلبه بس ما عمله يوميا لينكتي بدي شغل طبعا بعد ما تعرفنا شوي على بداعاتك بيء الطبق خلونا نروح لمحور اخر مشاهدين كمان معنا اهلا نسألن يلا مستمرين معاكم مشاهدينا بحلقتنا وبإطلالتنا ولومحورنا الاخير اكيد رح نحكي فيه عن مؤلفات تأسد صونية الصديق طبعا هذي اعتبر من مؤلفاتها هي رواية فحابين هي تحكي عن الرواية هاي الرواية باللغة الكردية واسمها سيبري درو يعني ضلال الكذب هاي الرواية عن الحب عن فتاة فيه سن معينة يعني تعاني انه كانت لها علاقة حب فشلت العلاقة اه وما ادخل بالتفاصيل لكن هي عن سن المعينة اللي دائما بالشرق اللي سموها مرحلة العنوسية وهي امرأة واعية ومثقفة يعني فتاة واعية ومثقفة ما تتقبل هذي شي يعني ما فيه صراع مع اومها اللي تريد بس هي تتزوج باي طريقة ان كان بس مجرد انه لازم المرأة تعودنا انه تتزوج لانها فيه سن فوق الثلاثين فالمهم هي فيه صراع دائم مع هذا المجتمع اللي ما يلاء تحريتها ما يلاء احلامها ولا ولا شخصيتها القوية اللي هي من هي صغيرة يعني تحاول ان تبني نفسها وهي امرأة كملت الجامعة ومثقفة ومطلعة وواعية لحقوقها فهذا صراعي واني بالرواية حاولت انه اجسدها لان احنا هواية تكرر في حياتنا هي اول رواية اليك نعم مو اول انتاج لكن اول رواية كرواية اول رواية طيب كيف كان الاقبال يعني حسب اللي كانوا ياخذون الرواية اللي كانوا بيقرون الرواية شو عطوك يعني انطباعتهم عن الرواية والله اللي طبعا اللي انا استشاريت شم شخصيات يعني هما في هذا المجال مختصين ويعني قلت لهم اذا لا تجاملوني يستحق انه انشر انشر فالجميع كانوا انه متفقين انه رواية جيدة وهي اول محاولة الي يعني بس انه كيف اطلقوها هاي هو الناشر يعرف حقيقة انا من بعد ما نشرته ما اتواصلت مع الناشر فما اعرف شلون كانوا هاي بس قالوا لي انه زين يعني نفوت بالمؤلفات التانية مؤلف تاني يمكن عندك عن الشهر ومؤلفة اي اول مرة انا كان عندي ديوان صغير لان انا بلشت بالشعر اي ديوان شعري اسمه اجنحة بلا الطيور باللغة العربية وبعدين بلشت ترجمت كتابين الكاتب اللي انا اعشقه اللبناني واللي يكتب بالفرنسي والعربي يعني هو امين معلوف روايته اتاثرت بي اول مرة مو رواية كان هو مشروع اوبيرالي كان وانا ككوردية حلمت انه يكون النا اوبرا فيعني هيك حلم هو يحكي عن الاقتتال الداخلي الحرب الداخلية في لبنان فمجسدها في اجواء روائية في اوبرا هي قصيرة الام ادريانا فانا ترجمت اللغة الكردية وسووو يعني مرتين سووها عرض مسرحي الكتاب الثاني كان هي رواية امين معلوف المعروفة والاني اسميها ملحمة ادبية تنبؤية يعني كل التنبؤات عن هذا الواقع اللي بالشرق دا نعيشه هو بهاي الرواية مجستها اللي اسمه القرن الاول بعدها ببياتريس وهاي هم ترجمت للغة الكردية وهس دا عندي مشاريع اخرى يعني دا اشتغل ترجمة هي ولا كتابات؟ لا هلا هس انا اشتغل بروايتي وخلصانة بس التتشات الاخيرة وبلشت برواية باللغة العربية حلو هاي هالمشروع الجديد دا اشتغل عليه بيكون نوع يعني هي موضوعت معدل رواية اللي حاليا خلصتيها هاي اللي خلصتها كمان عن عشق لكن البطلة فيه مو بس امرأة الرجل كمان بطل والمرأة بطل فيها وغير موضوع يعني غير الخيانة غير هاي نعم واللي هس دا اشتغل عليه هاي خلصان بس باقي ادزل لنا عشر وينشروا ليها الرواية العربية هاي اللي اسمها بعدها ما محددتها لكن هاي كل حصيلة كل افكاري باجواء روائية ارويها يعني احاول ارويها بلسان حيوان طيب الشهر شلون عندك يعني شعرك عن العشق ولا عن الوطن ولا عن شون عن كله بس اني كل شكس لانا يعني عندي انتاجات كثيرة بالبيت مرمية بالكمبيتر بالهارد بالفلاش فينا نسمع شوية من شعرك يعني ابد ما احفظ اشعاري ولا شعر ولا جملة لا مالي ولا غيري هلا حاليا عم شاهد انه الانتاجات العربية موجودة وهي فورا تترجم الى الكردية يعني فورا بيوصل للشعب الكردي بس لكن بالعكس العملية انه الانتاجات الكردية ما عم تترجم الى العربية ويصل للمتلقي العربي صح صح لان الكرد كانوا تحت سلطة العرب لحد هسه وفي صراع هاي واحد وهذا يحتاج الى مشروع الحكومة الدولة تشتغل عليه وكيف تأثر على السوق لهذه الترجمات لان هسه ما موجود ما موجود هذا السوق وهاي الدور النشر شغل الدور النشر ويرادلة يعني وزارة الثقافة تشتغل عليه يجمى مشروع كبير يعني تعمل عليه وتوصل الى يعني الى نقطة انه يبدون في ترجمة هذه الكتب لان هناك مؤلفات كردية كثيرة تحتاج الى الترجمة ليس الى اللغة الكردية الا العربية فقط وايضا الى اللغات الاخرى لكن هاي طبعا يحتاج يعني فيه مؤلفات فعلا يستحق انه شعب العربي يشوفها طبعا ودواوين شعرية احنا عدنا كلاسيكية يعني مو اقل من ما الرومي اللي ترجموه كل اللغات صحيح الرومي انا من عشاقه لكن ما معناه انه بس الرومي موجود اللي يكتب عن التصوف وعن الاحاسيس البشرية لا احنا كمان عدنا كتير من الشعراء الكلاسيين عدنا خاني عدنا نالي عدنا كتير يعني من الشعراء طيب انت ما فكرت انت ترجمين مثلا ترجمين من الكردية الى العربية لا فكرت فكرت لكن مدى احس انه راح ينجح لان مثل ما قلتلك يعني لازم يبتدي من الجهات المختصة يعني يكون مشروع كبير مدروس ويبدون يلقوا له السوق يعني المتلقي العربي ما مهتم بأدب اصلا انه هو عن قصد يهمل المؤلفات الكردية حتى لو يترجم لانه هناك جهات سياسية تتلاعب على هاي القضايا يعني القضية اكبر من انه بس احنا نترجم ونرميهك يعني ما اتصور ينجحي طبعا انتي اللي بعرف اني تقري كتير يترى القراية هي بس من ضمن هواياتك تعتبر ولا هي ضرورية طبعا حياتك وطبعا الموسيقى هاي اهم شي يعني لمين بتسمعين بالعادة؟ بالعادة والله انا اسمع الفارسي كتير اسمع مهستي كتير وهمايون كتير والعربية الكلاسيك اسمع يعني وكاغضم ساهر وقاليسا واصالة كتير شيرين هذول اللي بحبهم والاكرات طبعا بحب الكلاسيك بحب قادر كابان بحب بمود على بحب عدنان كريم كتير وبسمع يعني هاي الشغلات وموسيقى كلاسيك كمان الاوروبي يعني بيتهوفن موزارت هيك الرياضة ايه كمان الرياضة اكتر شي المشي انا بحبوه اليوغا اليوغا صار لي سنة بلشت بيها كتير مريح للعصاب للجسم للنفسية يعني طبعا احنا تائما بالبرنامج عندنا اغنية نهديها للضيف فانتي شو حابي اسمعين شي بتحبي انتي المفروض يكون الاغنية كردية عربية كيفك يعني حسب ما انتي تختارين يعني شي بتحبي انتي عدنان كريم وكوني كونكونا جرقم طيب فيك تغني لها ياها ولو شي مصير اوه انا الصوتي اوف لا بحدين المكبرات تنكسر يا ريد والله انا لو صوتي ساعدني كنت حس اغني بكل مكان اشتركوا في القناة 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 ثمنا اشتركوا في القناة في القناة قادمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر